في خبرنا الأخير في هذه النشرة من إقليم كردستان حيث سجل الادعاء العام في الإقليم شكوى ضد رئيس حركة التغيير الكردية نشروان مصطفى بعد تسجيل صوتي له يهدد فيه السلك الدبلوماسي في الإقليم وذكر مراسل قناة الفلوجة أن المدعي العام استدعى نشروان مصطفى إلى المحكمة لمساءلته بشأن تسجيل صوتي له نشر في وسائل الإعلام يهدد فيها السفارات الأجنبية الموجودة في الإقليم ترجمة نانسي قنقر